وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي طرودا غذائية وملابس على أكثر من خمسمائة عامل نظافة في محافظة اللاذقية السورية وذلك ضمن عملية الفارس الشهم اثنان التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع جاء ذلك في إطار مبادرة لم ننساكم الإنسانية التي تم تنفيذها بالتعاون مع مجلس محافظة اللاذقية والجهات المحلية السورية تقديرا للجهود التي يبدلها عمال النظافة وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة بعد زلزال السادس من فبراير الماضي والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في ظروفهم الراهنة